كيف أحسب زكاة مالي علماً بأني لا أصرف معاشي كله في الشهر ويتبقى جزء منه فآخر أربعة أشهر مثلاً لا يكون قد حال علي الحول فكيف تصرف هي عندك حالتان الحالة الأولى أن تحسب كل شهر كل ما يدخل عليك شيء من المال طبعاً بعد أن يبلغ المال النصاب أبلوغ النصاب اللي هو على خلاف 83 أو 85 جرام من الذهب بما يعادل تقريباً ألف دينار حالياً على سعر الذهب الحالي سعر الذهب الحين 12 دينار القرام من اللي عنده خبرة وين التجار ها؟ عشر ناين ونص زين نازل الذهب زين نازل أربعة وعشرين أربعة وعشرين أواحد وعشرين لا أنا بأربعة وعشرين شون شون خل العمول أنا قيمته أثناش يعني ما يقارب ألف دينار تقريباً ما يقارب ألف دينار اللي عنده ألف دينار تجب عليه الزكاة اللي عنده ألف دينار هو اللي أقل من ألف دينار لا تجب عليه الزكاة المهم ما يعادل 83 أو 85 جرام من الذهب ما يعادل 83 أو 85 جرام من الذهب هذا الذي تجب عليه اللي يعادل عشرين دينار ذهب هذا الذي تجب عليه الزكاة إذا هذا الألف دينار دار عليه حول كامل ما نزل عن الألف هذا تجب عليه زكاة قاعد يزيد في الحال أو وهذا متعب حقيقة جداً وقد لا ينتبه له بعض الناس أو أن يجعله شهراً بالسنة يخرج زكاة ماله مثل عين كثير من الناس الذي يخرجون في رمضان مثل شهر هجري في رمضان في ذي الحجة في محرم كيفك قال له أن تحدد لك وقتاً من شهر هجري لأن السنة الهجرية أقل من الميلادية باثنعاش يوم تقريباً كل سنة فأنت إذا طلعت على الشهر الميلادي معناتك كل سنة قعد تأخر اثنعاش يوم زكاتك وهذا لا يجوز فالقصد تحدد لك شهر هجري أو كل سنة ميلادية وتنقص واثنعاش يوم كل سنة فالشاد من هذا تحسب كل سنة مثلاً في أول يوم في رمضان كم عندك في حسابك وتخرج الموجود 2.5% عن الموجود وانتهى الأمر هذا أريح لك بغض النظر شيء دخل قبل شهرين شيء دخل قبل ثلاث شهور شيء دخل قبل تسعة شهور شيء حال عليه حول شيء ما حال عليه حول راح تتعب في هذا لكن إذا كنت تريد هذا ما في خاصة بعض الناس اللي يقول لك والله أنا قبل شهرين دخل بحسابي عشرين ألف هذه ما حال عليها انتظر ما في مشكلة حتى يحول عليها الحول بس لا تنسى لأن هذه سيحول عليها الحول قبل موعد رمضان بشهرين لأنها دخلت عليها قبل شهرين فينتبه الإنسان لمثل هذه الأمور